ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية واخيرا واخيرا وبعدا يعني صراحة ما طولنا ولكن الفترة الماضية تعرفون كده ايش فيه اشياء كثيرة قاعدة تحصل فاعطينا سلسلة القصة كده ايش استراحة وبنبدأ نرجع ايش بشكل تدريجي ان شاء الله على كل حال يا جماعة رجعنا بسلسلة القصة السلسلة اللي نتكلم فيها عن قصص الممثلين والممثلات وعن اهم اعمالهم ويبدوا من نظارتي وصخانة امسحها وارجع لكم ياب كليير از قود زي شنبي وبطلنا لهذا اليوم يا جماعة في سلسلة القصة راح يكون النجم الكبير والقدير جدا في هوليوود واللي يعتبر من اثرياء واثرياء واثرياء هوليوود صاحب الصوت الضخم والجسم الضخم فين ديزل طبعا اسمه مش فين ديزل عنده اسم ثاني وبنسولف عنه بعد شوية فيه ناس كثيرة جماعة يعتقدون انه الممثل هذا من الناس اللي ايش يعني ضربت كذا معاهم الدنيا بالحظ عارفين انه تمثيله عادي ادواره جدا محدودة اكيد انه جاته فرصة كذا وخاض فيها وظبطت معاه وصار عنده فلوس وفيه ناس يعتقدون انه ممثل تجاري وافلامه مرة عادية واغلب الادوار ممكن يكون ايش حصل عليها بسبب انه مرة مع الضل او بسبب ضخامة صوته شوفوا احنا ممكن نتفق في نقطة انه يعني ما هو متوفق في اختيار معظم افلامه افلام كثيرة الفن ديزل للأسف يعني ما هي مرة كويسة ولكن ما نقدر ننكر انه هذا الممثل له اسمه وقيمته وحضوره في هوليوود فاذا انت من النازل اللي يتوقعون انه اوه هذا الانسان ظهر في هوليوود بسبب ضخامته وعضلاته وصوته وحضه زايد شوية لا احب اقول لك لا الانسان هذا يا جماعة بهذر واكل تراب على وجهه الين قال امي درس وتعلم التمثيل وهبد يمين يسار وقرأ واشتغل في اكثر من وظيفة وسافر لحاله ورجع مكسور اكثر من مرة الامه الولد خاض في تجارب كثيرة قبل ما يصير ممثل ناجح ما كان جالس قدام التلفزيون وقاعد تفرج نتفليكس ولا كان مصلب قدام التلفزيون وقاعد يلعب بلاي ستيشن ولا بي سي لا اكل تراب وتهجول وراح يمين ويسار الين قدر يتوفق وصنع فرصة من نفسه لا وكمان خسر فلوس خسر فلوس كثير كثير جدا قبل ما يصير احد الاسماء الكبيرة في هوليوود على كل حال يا جماعة انا عادة ما اطور في المقدمات زي كذا ولكن ايش احبيت يعني اني اخوض في بعض التفاصيل البسيطة علشان اشوأكم لقصة هذا الانسان لانه عنده قصة جدا جدا ملهمة لا تستعجل في الحكم عليه ولا على اي ممثل ثاني وتعالوا اليوم وربطوا لي احزمتكم وخلونا نتكلم عن الممثل فين ديزل اول حاجة يا جماعة احب اقولكم ان اسمه مش فين ديزل اي يا وجي انا حياتي كلها مبنية على كذبة لا يا فرح هذا اسم الشهرة اسمه في الاساس هو مارك سينكلير او مارك سينكلير او مارك سينكلير ما اعرف انتك الاسماء يا اخي طبعا ممكن تسألون طب ليش اسمه فين ديزل ايش معنى فين ديزل ليش ما اختار اسم قريب من اسمه يعني مثلا ماركو ماروكو اسمه مارك ليش اروح فين ديزل ايش الخبطة دي حنسؤلف صراحة عن الاسم بس مش الحين لانه الاسم قصته طويلة فبنسؤلف والشيف نشأته والشياء كده من حياته وبعدين منخش ليش اسمه فين ديزل وطول الفيديو بن نديه فين ديزل وبنرجع ليش اسمه مارك سينكلير وصار فين ديزل وهو موثل امريكي من اصول المانية وانجليزية وسكتلندية من طرف والدته وبالرغم من انه ما يعرف ابوها الحقيقي وحتى امه ما هي متأكدة منه والده الحقيقي يابا ولكن معظم الظن اللي متوقعه فين ديزل ان ابوه من اصول افريقية بطريقة ما ليش هو يعتقد كده ترابد انزل على يد زوج والدته اللي هو برضو من اصول افريقية وعند فين ديزل اخ توأم يشتغل في هوليوود كمحرر افلام او كمنتج ياب تخيلوا انه فين ديزل عنده اخ توأم بس ما يشبه له يبدو لانه له علاقة في موضوع انه كل واحد تولد في كيس او كل واحد عارفين فاهمين عليها توأم بس مش متشابهين وعنده اخت برضو اسمها سمانثا واللي برضو تشتغل في مجال تحرير الافلام اللي برضو كانت تشتغل في مجال تحرير الافلام في هوليوود من مواليد 18 جولاي سنة 1967 بمعنى ان عمره الى تاريخ هذا الفيديو 54 سنة 54 سنة هو ما زال واقف مثل الاسد الله يزتر علينا اذا وصل عمرنا 40 اش بنزوي امه اسمها دي لورا ويقال انها كانت تشتغل كطبيبة نفسية ومنجمة في نفس الوقت طب النفسي والتنجيم في مكان واحد شلون ازاي اي هف نو ايديا ولكن امه كانت تشتغل كذا وابوه مش ابوه ابوه ما حد اعرف مين ابوه ما حد يدري مين ابو بين ديزل حتى الام نفسها ميدار يا كيف حملت او من مين حملت يعني حانا قعد اوضح لكم اكثر من كذا المهم الشخص اللي ربى بين ديزل اللي هو من اصول افريقية كان يشتغل كمدير ومدرب في المسرح المهم يا جماعة ما اعلن من التفاصيل الصغيرة هذه خلونا ندخل في البقعة الكبيرة بين ديزل يا جماعة دخل مجال التمثيل بدون اي تخطيط مسبق ايش لون يا وجيه واش قاعد تقول يعني فجأة كده لقي نفسه قدام الكاميرا نو الولد في بداياته كان عنده ميول للهب هوب للراب لبناء الاجسام لاشياء كثيرة الا التمثيل ما كان يفكر في التمثيل ابدا ولا جاف باله ولكن لما كان عمره سبع سنوات تقريبا خرج هو ومجموعة من اصحابه واكتحموا احد المسارح القريبة منهم المسرح كان فاضي وقتها شاف اخياء ومعاه قالوا ايش رايكم ندخل على المسرح ونكسر والدي والدي ونفقع العيال اللي معاه كلهم صغار من سبع سنوات ثمانية سنوات قالوا يلا دخل فين ديزل هو واصحابه للمسرح ولما بدأوا يكسروا ويخربوا في المسرح طبت عليهم ست من الناس المسؤولين عن المسرح مسكتهم او بالتحديد مسكت فين ديزل ومجموعة بسيطة معاه وقالت لهم اسمع انا مش هبلغ البوليس ولا حضربكم ولا حعاقبكم انا حط امامكم فرصة ايش رايكم يا اطفالي يا حلوين كل يوم بعد المدرسة تجيون تتعلموا عندي في المسرح وتشاركوا في المسرحيات اللي نسويها ولكم 20 دولار 20 دولار بالنسبة الولد عمره 7 سنوات يا سلام يا فرصة ما احلاها فرصة وخلونا نركز على فين ديزل بس من بين الشلة اللي معاه فين ديزل قال لها تم انا موافق قالت له كل يوم بعد المدرسة تيجيت تحضور عندي المسرح ولكن 20 دولار الولد مره مبسط والست الله يعطيها العافي اللي هي احد المسؤولين في هذاك المسرح تصرفها كان جدا انساني ورهيب يعني ما قالت خليني ابلغ عليهم ولا خليني اضربهم ولا اخوفهم لا احتضنتهم او احتضنت فين ديزل يعني بالتحديد واللي معاه من يعارف صراحة اللي معاه احتضنوا ولا شردوا وما احتضنت ولا هو ولكن احتضنت فين ديزل وقالت له انت ممكن تصير ممثل تحال جرب نفسك في المسرح تعلم معايا كل يوم بعد المدرسة ولعلها تزبط معك وبالفعل فين ديزل صار يجيها كل يوم بعد المدرسة ومشت اموره وفجأة اكتشف فين ديزل انه ما عاد يبغى الا التمثيل وقع في حب التمثيل من هذه كل لحظة شكرا للسيدة الجميلة اللي اعطته هذه الفرصة وبالفعل انطلق في المسرح من يوم عمره 7 سنوات والى انصار عمره 17 سنة وهو يقدم مسرحيات بسيطة يشارك فيه ادوار بسيطة تعلم عن المسرح وعن التمثيل وعن الكتابة وعن الاخراج تعلم اشياء كثيرة في هذه المنطقة المتواضعة اللي فيها المسرح ولكن خلونا نقول انه من 7 سنوات الى ان 17 سنة الولد ما حقق شيء كثير سوى انه تعلم معلومات علم سينمائي علم تمثيل صار هنا كويس ولكن كشهرة كفلوس مفيش فقرر فن ديزل يعني بحكم انه يكمل تعليمه في المسرح قال انا راح اكمل شغلي وراح استمر في عالم التمثيل ولكن برضو احتاج مصدر دخل اضافة مش معقولة يعني انا حقعد عايش على المبالغ البسيطة اللي تدخلي من المسرح المهم انه راح واشتغل في اكثر من وظيفة علشان يقدر يدعم نفسه ويدعم امه في حياتهم وامورهم اشتغل في وظائف كثيرة ولعل اشهر وظيفة اشتغل فيها بحكم انه الولد اصلا من يومه كان صغير كان مهتم في بناء الاجسام فبحكم انه كان معضل يعني وجسمه مرة كويس قرر انه يشتغل في احد الاندية الليلية في مدينة نيويورك كحارس امن عند احد بوابات المراقص الليلية وكم كان عمر وقتها سبعة عشر سنة بس علو هيركز معايا شايف الوظيفة هذه اللي اشتغل فيها كحارس امن في نادي ليلي عضلات الولد كذا ويلبس اسود فاسود ونظرات شمسية خيالتوا المنظر يب وقتها اسمه الاصلي ما كان مناسب قول يا اخي انا كده حس انه يبغالي اسم كده يعني يضيف ضخامة لشكلي فوق ماهو ضخم واسم مارك يعني للامانة ما ما احس انه مرة معضل عنه اسم مارك مافي شي مارك سينكلر اسم كويس فقال خلاص انا بختار لي اسم ايش بيكون اسم الشهرة يا ولد ايش بيكون اسم البوديغارد الفخم اللي جالس قدام المقهى الليلي هذا باش لقيته راح اسمي نفسي فين ديزل سمى نفسه فين ديزل علشان الوظيفة هذه فقط وتفاجأ انه مع الايام التسق فيها ذاك الاسم وصار اسمه فين ديزل وصار اسم شهرته فين ديزل فقالت دروني يا جماعة هذا اسمي خلاص مايحتاج اغيره اسمي فين ديزل الا على الاوراق والامور الرسمية اكيد حقته باسمي الاصلي طبعا حتى لما انجهر وصار ممثل كبير في هوليوود فيه ناس كثير كانوا متوقعين ان اسمه الحقيقي فين ديزل وهو عنده اسم ثاني تماما المهم نرجع شوية ورا يا جماعة بعد ما تخرج من الثانوية قال خلاص انا بدخل الجامعة انا درجت وتعلمت وكل حاجة بس برضو لازم استمر في التعليم لازم تخرج والشهادة الجامعية حاجة كويسة ايش اتخصص يا ولد ايش اتخصص يا ولد بس تخصص لغة انجليزية ليش مو تمثيل ليش مو دراما الولد عنده المعرفة وردي بس ما يحتاج شهادة فيها يبغى شهادة ثانية مختلفة لغة انجليزية ماهي غلط وبالفعل بده يدرس اللغة الانجليزية لمدة ثلاث سنوات في الجامعة وقبل ما يتخرج من الجامعة ساحب بريك وقال ايش قاعد يسوي انا ايش قاعد يدرس اللغة انجليزية ايش فيه ايش قاعد يسوي لا من جيد انا ايش قاعد يسوي انا ممثل وعندي كل المعرفة الخاصة بالتمثيل وعلى خشبة المسرح وعلى غير خشبة المسرح حتى عنده خبرة في المنتاج وعنده خبرة في الكتابة الولد ما رس اشياء كثيرة على خشبة المسرح هناك وتعلم اشياء كثيرة ليش انا قاعد يدرس اللغة انجليزية بطل كذا فجأة قرر يترك الجامعة ويبطل طب وان رايح بروح الى نيويورك بتوجه الى التمثيل وراح اتفرغ الى التمثيل وراح اصير ممثل يا ابنة حلال اصبر كمل الجامعة ما بقل له سنة والله بالفعل يا حبيبي شال نفسه على هوليوود انا قلت لكم نيويورك صح لا شال نفسه على هوليوود يا حبيبي وجل السنة كاملة في هوليوود السنة هذهك يا جماعة الاولى له شذا وهو يبحث عن فرصة في عالم التمثيل وصفها فين ديزل بانها واحدة من اصعب السنوات اللي مر فيها بهذل راح يمين يسار سوى تجارب اداء وترفض سوى اعلانات تجارية وترفض راح حتى على ادوار تافهة جدا ادوار يعني ممكن يكون ظهورها جزء من الثانية في الافلام وبرضو كان يترفق ايش الغلط اللي انا قاعد اسويه ايش فيه هل بسبب شكلي هل بسبب صوتي ايش فيه معاده عارف شال شنطته بعد سنة من هوليوود ورجع الى امه والدمعة على خده يا ماما والله ما قدرت والله يا ماما ما قدرت جلس سنة كاملة في هوليوود وانا اهبد وانا اروح يمين ويسار واشتغل في اكثر من وظيفة علشان ادعم نفسي ما في احد راضي يوظفنك واممثل ايش الخطر اللي ارتكبته انا شكلي برجع كاملة الجامعة خلاص لا لا لازم اكملة الجامعة كذا غلط امه بحكم انها خبيرة نفسية ومنجمة قالت له اسمع يا ولد اسمع مني يا ولدي انا ممتك وادرا فيك وادرا بمصلحتك وعندي خبرة في هذه الحياة اكثر منك اسمع مني اباك يا ولدي تقرأ هذا الكتاب هذا الكتاب اذا قرأته بحكم انك تحب التمثيل باذن الله حياتك راح تتغير كتاب ايه يما ولا ايه اقول لك انا شكلي برجع اصير حارس امن في ناد الليلي هناك بعضلاتي ونظاراتي الشمسية والتيشيرت الاسود اللاصق خلاص ما ليو ما لا الحوسة بلا كتاب بلا بطيخ واضحة سنة كاملة في هوليوود ما زبطت معي ايش اللي بيخليها تزبط معي بعد كذا قلت هو تبقى كف على وجهك خليك تفك الصنجل اللي في رأسك هذه ولا كيف اقرأ الكتاب اقرأ زبط زبط ما زبط اقلب واجهك روح اشتغل ان شاء الله تاجر مخدرات ما لشغل المهم يا حبيبي فين ديزل قال انا واش وراء يا خليني يقرأ هذا الكتاب اخذ هذا الكتاب وكان هذا الكتاب اسمه features film at used car price او الترجمة الحرفية لها افلام بقيمة اسعار سيارات مستخدم ابسط لكم الموضوع الكتاب هذا يعلمك كيف تسوي فيلم ممتاز وبطريقة فنية جميلة كتابة واخراجة وتصويرا بلا 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 وبأقل التكالي اذا سويت الاساسيات اللي في الكتاب هذا راح تطلع بفيلم بميزانية منخفضة وبجودة عالية وبالفعل يا حبيبي بدأ فين ديزل يقرأ الكتاب ولي تعلموا فين ديزل من هذا الكتاب انه مو شرط تصير ممثل اذا فشلت في التمثيل تقدر تصنع افلام اذا انت يعني مرة تحب السينما تحب الافلام تحب عالم السينما وعالم الفن السابع بشكل عام موش تصير ممثل تقدر تصير مخري تقدر تصير صانع افلام يتصير اي شيء وبدأ يقرأ ويخوض في هذا الكتاب الى انه تعلم كيف يسوي فيلم بارخص التكالي وبالفعل يا حبيبي الكتاب هذا بلف بن ديزل وبدأ يشتغل في اكثر من وظيفة بعدها وحاول يجمع اكبر قدر من المال علشان يمول فيلمه القادم كتب فيلم كتب نص كتب كل شيء وجهز الادوار وجهز كل التفاصيل وجمع ميزانية قدرها 3000 دولار اي ما يعادل 10000 ريال سعودي تقريبا وحاجة وبدأ يصنع اول فيلم له وكان اسم الفيلم مالتيفيشل سنة 1995 طبعا كان فيلم قصير ايش اللي 3000 دولار بتسويلك فيلم طويل لا فيلم قصير مدته يمكن 20 دقيقة وتقدر تشوفه على اليوتيوب والحلو في الموضوع انه فين ديزل كتب هذا الفيلم بناء على تجربة اللي سواها في هوليوود فكلنا السنة ذيك اللي جلس فيها في هوليوود يتهبد ويدور على ادوار وافلام ومن ذا الكلام يب اخذ ذيك التجربة ونقلها على شكل فيلم وكتبها داخل هذا النص وحولها الى فيلم قصير بل وشارك فيها في مهرجانات سينمائية والفيلم كان من بطولته وكتابته واخراج الحلو في الموضوع انه شارك برضه في احد المهرجانات المهمة واللي هو مهرجان كان السينمائي اخذ فين ديزل فيلمه وارسله المهرجان وشارك فيه والحلو في الموضوع انه الفيلم جاب تقييمات ومراجعات جيدة من الجمهور ومن النقات فين ديزل بعدها انبسط قال احيه انا مثلت واخرجت وكتبت وشاركت فيه مهرجان كان السينمائي وجبت ردود افعال حلوة بس 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 خلاص انا صانع افلام انا بسوي فيلم ثاني بس الفيلم الجاي لازم يكون فيلم عليها القيمة لازم يكون فيلم طويل فكيف راح امول فيلم الطويل القادم احتاج تقريبا حوالي 50 الف دولار كيف اجمعها كيف اجمعها ما للا اني اشتغل امر الله والله وبالفعل يا حبيبي راح ويشتغل في وظائف كثيرة ولعل اهمها كانت وظيفة مسوقة عبر الهاتف تصل على ناس معينين او ارقام معينة عنده ويحاول يقنعهم انهم يشتروا منتجات معينة من الشركة اللي هو شغال فيها كم جلس على ذا الموال حوالي سنتين او سنة ونص وقدر انه يجمع 50 الف دولار وبالفعل يا حبيبي بدأ فن ديزل يشتغل على فيلمه الجديد ولكن هذه المرة زي ما قلت لكم طويل والفيلم من بطولته وكتابته واخراجه وانتاجه كل حاجة كده مسك الفيلم كامل وكان اسم الفيلم سترايس وصدر سنة 1997 جالت يصور هذاك الفيلم تقريبا 6 شهور وبدأ يرسلوا ويشارك فيه في مهرجانات كثيرة ولعل اهم مهرجان شارك فيه كان مهرجان سندانس السينمائي اوكي الفيلم مهو ممتاز ولاه جيد جدا ولا جيد مقبول الفيلم يب احب اقول لكم انه تخيلوا بعد الحماس ذاك كله فن ديزل فشل فشل مرة يكسر الخاطر فقال ايش؟ قال خلاص مو مشكلة اذا النقاد والجمهور ما اعجبهم الفيلم اكيد اني الحين لو اسوي نسخ رقمية من الفيلم وابيعها واتحقق مبيعات ولكن للأسف سوى نسخ رقمية برضو من الفيلم تبعه وما احد اشتراه الا اعداد جدا بسيطة وخرج خسران كل اللي قدامه واللي وراه من هذا الفيلم له اللي جاب سمعة لنفسه وله اللي جاب فلوس وله اللي حتى نجح في اي مهرجان من المهرجانات اللي شارك فيها ورجع لأمه للمرة الثانية والدمعة فوق خده وقال لها يا ماما خلاص انا استسلم أمه قالت له والله ما قدر علومك يا ولدي انت سويت اللي عليك لعل الحياة هيش تلقالك طريق ثاني فيها وتمشي مورك داخل ينام فين ديزل هذاك اليوم وهو حزين ومنفس مرز اعلان كذا ولكن فجأة جواله اوجاه اتصال على رقمه الخاص من اللي متصل عليه آخر الليل ألو مرحبا كيف حالك بنغالي أمزح المهم من اللي يطلع متصل على فين ديزل ذيك اليوم في ذيك الليلة تخيلوا ان اللي اتصل على فين ديزل في هذيك الليلة الكئيبة والحزينة وحولها الى ليلة مليانة سعادة وافراح كان المخرج ستيفن سبيلبرغ شخصيا ياب ستيفن سبيلبرغ شخصيا اتصل على فين ديزل في ذاك اليوم الحزين وقال له هاي انا شفت فيلمك القصير اللي مدة 20 دقيقة وللأمانة انا منبهر بأدائك فيلم رائع وأدائك جدا رائع عندي فيلم قادم رح يكون اسمه سيفينج برايفيت رايان وللأمانة عندي دور بسيط لك في الفيلم اشوف انك رح تكون مرة مناسب فيه موافق فين ديزل قل له موافق موافق وبس يا ابويا الحين الان انا منذيل انا ما عاد انام انا اجيك الان وين انت بس ارسل لوكيشن لا وقتها ما في لوكيشن ارسل العنوان وان اجيك وبالفعل اتفق ستيفن سبيلبرغ مع فين ديزل واعطاه هذاك الدور البسيط بل انه عدل في النص والسكريبت الخاص بالفيلم علشان يترك مساحة لفن ديزل ليش لماذا واي ستيفن سبيلبرغ حب فين ديزل من الله توفيق او بعدين مع مين مع اول فيلم ليفن ديزل مع مين مع ماد ديمون ومع توم هانج ومع المخرج ستيفن سبيلبرغ ومع اف وفي فيلم واحد من اعظم الافلام في هوليوود تخيلوا انه هذا اول دور كان ليفن ديزل بشكل رسمي في عالم السينما وبس خلاص واضحة وصريحة هو بس حط رجله في هذاك الفيلم وللامانة ترى ستيفن سبيلبرغ بالرغم من انه دوره بسيط لانه اكرمه والله اكرمه اعطاه مئة الف دولار قالوا دورك البسيط هذا راح اعطيك عليه مئة الف دولار موافق 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 لو تعطيني خمسين الف الخسارة موافق وبالفعل خلاص انطلق فين ديزل وقتها ومن بعد هذاك الفيلم صارت تجيها الادوار بشكل مستمر والسنة اللي بعد سيفنج برايفيت راين قدم واحد من اشهر الادوار في عالم الانيميشن لشخصية ايرون جاين ياب ياب عرفت الفيلم ياب ممكن جي لتسعينات والثمانينة تفاكرين الفيلم ذا واحد من الفلام اللي كذا كانت مرة قريبة للقلب مدري ليش كنا نحبها وما زلنا نحبها والعلمك انت ما تابعت الفيلم ترى فيلم انيميشن مرة جميل وتقييمه ثمانية من عشر على الموقع ايم دي بي المهم انه فين ديزل قدم دور او قدم اداء صوتي لشخصية ايرون جاينت في هذا الفيلم وكان اداء جدا جميل الان صارت التسعية وتسعية وتسعية الفين الفين واحد بوم فين ديزل انفجر حرفيا احيد وبدأ وصار اشهر من النار على العلم طيب بسبب ايش اكيد مش بسبب دوره البسيط في دا ايرون جاينت ولا دوره البسيط في سيفينج برايفيت رايان يب 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 كل اللي خمنته صح بسبب مشاركته او اول دور بطولي له في عالم فاست انت في يوريوس او السرعة والغضب وبس والله يا حبيبي من بعد ما حط رجلو اصلا داخل السرعة والغضب فروم 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 انطلق وصار من اشهر الوجوه في هوليوود وفي العالم وعرف وين يقدر يضرب انا ما اصلح في اي فيلم الا في الاكشن اوكي الدراما حقدر اقدم فيها اي شي ثاني بس في الاكشن في الكذب في المضاربات في الاشياء ذي راح اقدم مستوى حلو وراح ابسط الجمهور والعلمكم يا جماعة افلام الاكشن افلام الكذب افلام السرعة والغضب بشكل عام وغيرها من الافلام او الافلام اللي على شاكلتها ترى في لها جمهور جدا كبير وعريب لا تستهينوا فيهم ما فيها الكفاية الا انه في ناس وانا اعرف ناس من اصحابي مرة يحبوا سلسلة السرعة والغضب ومستعدين يتابعوا لها اي جزء جديد حتى لو نزل جزء تعبان ينتقدوه ويقولك مو مشكلة اللي بعده بيزبطوه ان شاء الله مافي لو تنزلهم 100 جزء راح يظلوا صاملين فانوجه تحية خاصة جدا لجمهور السرعة والغضب لانهم جمهور جدا رهيبين ومؤمنين جدا بعالم السرعة والغضب مهما طال ومهما قصر ومهما تمحلبه انا قلت لكم انه اول دور بطولي له في السرعة والغضب صح لا نقصد انه هذا اول مشاركة له في علم السرعة والغضب ولكن اول دور من بطولته كان في فيلم اسمه بيتش بلاك سنة 2000 وللامانة ترى الفيلم حصل على تقييمات عالية ومراجعات جيدة جدا وهذا الدور هو سبب شعبية اصلا او هو الدور اللي خلى فين ديزل يقدر يحصل على الدور في فاست اند فيوريوس او السرعة والغضب قل المخرجين والناس المهتمين في افلام الاكشن يشوفوه ويفتع عيونهم عليه ولكن فاست ان فيوريوس فجره وخلى كل العالم تتعرف عليه طبعا اجر هذا الممثل اخذ بالصعود بشكل جدا مرعب بسبب توجه مخرجين افلام الاكشن والخيال العلمي بله بشكل مستمر واذا زاد الطلب على الممثل بطبيعة الحال يرتفع معه راتبه يعني الجزء الاول من السرعة والغضب كم اخذ؟ تخيلوا كم اخذ اخذ اثنين مليون دولار اوكي يمكن في ناس شوفوه كبير يمكن في ناس شوفوه عدد بسيط ولكن ركز معايا وارتفع راتبه في هذه السلسلة بشكل تدريجي كل ما يجي جزء جديد من فاست ان فيوريوس يرتفع راتبه الى ان وصل راتبه في الجزء الاخير من السرعة والغضب الى خمسين مليون دولار امريكي عن الفيلم الواحد كمان عنده نسبة او حصة من نسبة مبيعات الفيلم في شباك التذاكر والنسخ الرقمية يعني نتكلم اقل شي عن مية مليون في اخر افلام اخذها بن ديزل مش بس كده شافين دوره المتواضع في عالم مارفل تعرفون قروت اي ام قروت ياب هو بن ديزل ممكن 90% من الناس عارفين دي المعلومة بن ديزل عن دوره البسيط ترك بن ديزل حرفيا في شخصية قروت بس يقول كلمة واحدة اي ام قروت اي ام قروت ما عنده اي شي ثاني وحتى مو قاعد يمثل بجسمه لا بصوته بس حرفيا ما احد محتاج منك الا صوتك نباك تقول اي ام قروت مشاركاته البسيطة بشخصية اي ام قروت في عالم مارفل وفي عالم قاردين اوف ده غالكسي خيلوا انها قدرت تجيب له اكثر من 50 مليون دولار امريكي تروح على الستيديو وتقول اي ام قروت وتضرب الباب ينزل في حسابك 50 مليون دولار امريكي وهذا ان كان يثبت شي فهو يثبت قيمة هذا الممثل بغض النظر عن اي فكرة ثانية فراسك عزيزي الوجه صوت فين ديزل له قيمة جدا عالية اي ام قروت 50 مليون ديم 50 مليون مش في كل مرة اجمالي المبالغ اللي اخذها 50 مليون فين ديزل يا جماعة متزوج من عارضة الازياء المكسيكية بلوما خيمينيز اتزوجها سنة 2007 وما زال مرتبط فيها الى يومنا هذا وعنده منها ثلاثة اطفال اما بالنسبة لاصدقاء فين ديزل فهو عنده مجموعة اصدقاء كثيرين من ضمنهم شلته في فاست ان فيوريس يعني تربط فيهم علاقة جدا كويسة ولكن صرح فين ديزل وقال انه صديقه المقرب والصدوق كان الممثل الراحل بول وولكر واللي تعرف عليه برضو في سلسلة السرعة والغضب واليوم يا جماعة الممثل هذا اللي لما كان عمره 7 سنوات اقتحم احد المسارح على اساس يخربها ويدمرها ويشرد الممثل هذا اللي سافر الى هوليوود ورجع مكسورة الخشم الممثل هذا اللي خسر 3000 دولار على ميزانية فيلم قصير الممثل هذا اللي خسر 50 الف دولار برضو رجع الى امه مكسورة الجناحين وحزين بسبب فشل فيلمه الطويل اليوم هذا الممثل يعد واحد من اشهر الاسماء في هوليوود بل انه مصنف ضمن قائمة اغنى الممثلين في هوليوود وثروته اليوم تتجاوز المئتين وخمسين مليون دولار امريكي ومازال الطلب عليه جدا ممتاز لا ومش بس كده ترى فين ديزل عنده شركة خاصة بالعاب الفيديو شاركونا في التعليقات افلامكم المفضلة لهذا النجم الكبير اللي بدأ حياته بصعوبة جدا وانتقل الى مرحلة جدا عظيمة داخل هوليوود ولو اعجبكم الفيديو يا جماعة لا تنسوا تضغط زر لايك لانه مرة مهمة بساعدني كثير ولو ما كنتم مشتركين في القناة وكانت هذه زيارتكم الاولى يساعدني ويشرفني اشتراككم في القناة وانضمامكم لأسرتنا الجميلة والمتواضعة واللي مرة احبهم وبالمرة فعلوا جرس التنبيهات على طريقكم عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول كم معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم